يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا النهاردة هستت كلها عمل لك وصفة مخبوزات ريحتها كده تجيب من اخر الشارع طرية هشاشة طعم لوم فاتح فوق الوصف بصراحة بحشوة بقى ما تتخيلهاش هقولك بقى خليها سر بين يبينك بس يقل الفيديو هقولك الحشوة بتاعتها ايه بس في بداية الفيديو كده هوريك بعض الفيديوهات اللي احنا مناها على القناة واسيبلك اللينكات كلها في صندوق الوصف اللي مش عارف صندوق الوصف يا جماعة تضغط على انوان مرة هيزهر لي كلمة المزيد هو ده صندوق الوصف بس قبل نبدأ الفيديو لازم نعمله لازم نسمي الله ونصلى على الرسول بسم الله الرحمن الرحيم الله ومصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعني السلام عليكم محترمي اليوتيوب لايك وشير وسبسكرايب لصهم مميزة تمنى تحطوا لايك الفيديو وإلا مشاركش تشارك في القناة وتفعلوا زر الجراز علشان كلها منازل الفيديو وصلك يشعر به واتمنى ان تشاروا الفيديو ده بنقى اصدقاكو علشان تعمل فائدة للجامعة وكلمة 2 يا ست وكل بقلهم في بداية كل الفيديو الوصف علشان تضمنين هي تنجح معاك بفضل الله يبقى لازم تشوف الفيديو من البداية للنهاية علشان احنا بقلتكات وتفاصيل مش هنقدر نكتبها كلها في صندوق الوصف ويلا بينا عالفيديو السهل البسيط بتاعنا مبدأيا كده معانا كبايتين وربع من المياه بيعادلوا 250 جرام من المياه السكر ده اختيار يا جماعة عايز تزوجي تقليلي براحتي ومعايا معلقتين كبار من اللبن البدرة حابة تعملي بلبن سايل عادي وتستبعدي اللبن البدرة مفيش اي مشكلة خالص معانا معلقة كبيرة من عصير اللمون او معلقة من الخل ومعانا معلقة كبيرة من الخميرة ومعانا بطين دول البطين يا جماعة لشان البيض صغير لكن لو البيض كبير يبقى تحط بيضة واحد دول البطين بلدي علشان كده انا حطيت اتنين ومعايا كيلو من الدقيق وحضرتك هتعجني على ايدك ونضعي بك يا ست كل وتعجني عشر دقائق كل ما المعجنة تتعجنيها كويس وتسيبها ترتاح تديك هشاشة تديك لوم فاتح بعد كده هغطيها واسبها بس عشر دقائق ترتاح وهنرجع لها تقن بعد عشر دقائق هنزل بمية جرام من الزبدة مية جرام بيعادل نص كباية او ممكن تعملي مية جرام من الزيت يعني نص كباية او مية جرام من السمنة انا بقول لك يا ست كل البداية لهو علشان ملكش حجة وابدأ عجنهم برضو خمس دقائق اول ما بتعجني في العجنة كده بعد ما بتعجني في السبدة بتحسس انها قطعت معاك عجني لحد ما تناعم معاك بعد عجنها برضو هسيبها عشر دقائق ترتاح برضو احنا مش نخمر هنشتغل على طول انا بقول لك يا ست كل لو وصلت المقطع دايرت تحطي لايك ولو ما اشتركتش هكون سعيدة جدا باشتراكك وهكون اسعد لو بعطي لي اي كومنت يعني هيبقى من ايدي كده زي العسل وزي السكر حب اشكرك كتير كتير يعني يالله مش عارف اقول لك اجمل اخواتي على التعليقات والدعواتي الحلوة اللي فعلا بتفتح نفسي للشغل ربنا يا رب ديمكنوا معا في حياتي اجمل واغل اخواتي في الدنيا شايفين الحركتي بعد ما بنزلها بعد العشرة دقائق الاخرين باعدو عمل فيها كده لمدة جيئة طيب حد هقول لمدة جيئة طيب حد كل مستوى اللي بتعملي كده لي بترجيها كده علشان ما بتعملي كده تفعلي ماددة الجلوتنين اللي موجودة في العجينة فهي دي اساس العرق فهي دي العامل الأساسي والرئيسي انه بتخلي العجينة معاك كومها مناسب وكومها مفهاش فراغات من جوا ولينها فاتح فلازن بتعملي كده في الرشة اللي احنا رشناها دي يا جماعة مش دي الرشة ده نشا احنا نشتغل على نشا مش هنشتغل على دي سوف تقوم بسيطة 10 قطع ميزان الوزين 185 جره تقوم بسيطة 10 قطع سوف تقوم بسيطة 20 قطع رشة صنية نشا سوف تقوم بسيطة 10 قطع على المقاركة 3 طوال سوف تقوم بسيطة 10 قطع تقوم بسيطة 10 قطع نشاة 10 دقايق سيبنا 10 دقائق وبعد عجلناها على طول إيه سيبنا 10 دقائق وفردنا على طول يعني مش هتسيب كتير بقتها تخمر إحنا نتخمرها بعد ما نقين شكلها خالص لشان لو خمرتها بزيادة هتيجي تفرجيها الفرد ده هتتقطع منك شايفين أنا وريكوهو حطها في صانية وبعد داروش رشن النشا وحط التانية فوقها هنعمل العشرة فوق بعضهم زي ما انت شايف كده يسلت كل بضوء السهل وفي الشقي فتكاسة وفي الشقي حاجة خالص طيب حد هيقول لي طب انا هعمل كده ليه وقطعها اتنين يعني أنا الفردة جي كلها هبدأ قطعها بالطول كده وبعدين ألفها وتشوف انا هعمل ازاي وبعد الحشوة ما حطها ممكن تعملي بدل ما قطعيهم عشرة تعطعيهم عشرين واحدة وتعملي كل واحدة واحدة ومن قطعش ولا اي حاجة خالص وهوريك انا قصدي ايدي الوقت شايفين شايفين اهم حاجة في الخطوة دي لازم ترشي رشة نشا كويس وتعملي زي ما انا بعمل كده عشان عجيم ما يلزقش ببعضه ومتحاولي تسيبيه مدة طويلة في الوقت ده بعد ما خلصته خالص بابدأ قلبه علشان اجيب اللي تحت ابدأ بيه هشلي العجيم كله ومقلباه شايفين اهو هاخد اول واحدة بقى اللي انا عملتها في الاول وابدأ ايه احشيها الحشوة اللي انا هقول لك عن الحشوة بتاعتنا عبارة عن ايه عبارة عن تلات معالق سكر بودرة كبار وعليهم معالقة صغيرة من الارفة ارفة دي يا جماعة بتخلي المعجنة جميلة جميلة فوق الوصف لو حضرتك مش حبة ارفة ما تحشيش ارف خالص وكفاية عشوة من السكر ومعينا نص كبه من الزيت هنضهن بها سطح المعجونة اللي المغبزات بتاعتنا شايفين اه مش اتقطعت مني ولا اي حاجة خالص ببدأ افردها كده وادهنها دهنا من الزيت حد يقول لي ممكن اضهنها دهنا من الزيت هقولك ممكن يا ست الكل على فكرة انا عملت المغبوز دي قبل كده بس عملتها بالزيت ما عملتها بالزبدة خالص واسيب لك لينك المغبوزات في صندوق الوصف في الوصفة دي بالضبط من غير قرفة ومن غير زبدة خالص انا كنت عاملها بالزيت وكانت زي الفل بس النهاردة حبيت ادلعهم بقى قلت نعملها بالزبدة شايفين؟ اهو طبعا الصورة خيرة ده لأينا بطباقة كناها مروحة عارفين المروحة بتاع الزمان دي اللي كان بيها فحفوا بها كده هي دي بالزبط وبعد كده اما يجي لف لازم يلف على الواسع ما تعدش تشدي وتضغطي علشان انا عايزة اديها براحة عشان الخمران عشان لسه هتخمر شايفين؟ وبضغط ضغطة لازم التبطيطة دي علشان لما تديها تبطيطة تساعد انها تهم وتخمر معاك شايفين؟ موضوع سهل مش بتقطع ولا اي حاجة بس اهم حدا ما تسيبهاش تخمر هم عشر دقيقية ترتاح وتبدأي التعميل على طول وبعد ما نقطعها هنسبها تخمر ساعة كاملة شايفين انا عملت ازاي؟ شايفين انا بلف على الواسع يعني مش بقعد ايه اضغط وانا بلف لا ده انا بلفها خالص على الواسع شانا اديها براحة في الخمران بعيد النقطة دي دانية يا جماعة علشان اللي بتاع ما يبقي المغبوزات ما تبقاش مكتومة معاك دي اديها براحة تخمر براحتها يا رب ان انا كنت وصلت المعلومة شايفين بقى هو ده اللي انا بقولك عليه اللي انا بقطعها من طوله هن علشان اعملهم بدل واحدة اعملهم اتنين تقدري تعمليها واحدة من الاول خلصت صغريها بدل العشرة تعمليهم عشرين وتعملي واحدة بس بدل ما تقطعها القطع اللي انا بقطعه ده يا رب ان انا كنت وصلت المعلومة يا ستك كل النهاردة فعلا هتتعيلي بس انا امان عليك لما تعملي لازم تبعاتي لي كومنت وتقولي رأيك فيه علشان طبعا اللي كومنتات دي يا جماعة ما تتخيلوش يعني بتفرحني ربنا يا رب بيفرحك وكلك وجميعني يا رب شايفين اخوه شايفين على فكرة ممكن بدت لما تحطي قرفة ممكن لو حابة تحطي سمسم حطي سمسم ما فيش اي مشكلة خالص تستبعدي القرفة عادي تستبعديها ما فيش اي مشكلة خالص ترش بس رشة من السكر البدرة علشان تديك ارماشة كده مع الدوابان شايفين طيب بتخبز على درجة حرارة كام المغبوزات دي بتخبز على درجة حرارة يا جماعة 180 لازم تسخني الفرن قبلها بعشر دقايق قبل ما تدخلي المغبوزات بتاعتك علشان المغبوزات بتاعتك متنشافش في الفرن تسخنيه وبعد كده هتحط الشبكة اللي فوق ببسر كل واحد يا جماعة على حسب فرنه يعني انت عارف الفرن بتاعك هادي حامي على حسب فرنك انا برفع الشبكة الفوق وبسخنه قبلها بعشر دقايق وبدخله بياخد معي بالزبط ربع ساعة مع التقليب المستمر اول خمس دقايق مش بقلبه خالص بعد الخمس دقايق الاولين ببدأ كل ثلاث دقايق افتح الفرن وضير الصينية علشان تغدلهم موحد حاب اقولك الموضع ده علشان كتير سألني قال انه الموحد ده ايه سببه فانا حاب اقولك يا ست كل ان انت ضير الصينية كل ثلاث دقايق بس اول خمس دقايق بلاش تفتح الفرن سيبها كده في اول خمس دقايق شايفين واول ما اتطلعها على طول لازم تجيبي فطين كده اتغطيها ممكن على فكرة اول ما طلعتها جبت قطعة زبدة من التلاجة ساقعة وحطتها في شوكة ومشيتها عليها اول ما طلعت من الفرن علشان دي سبب اللمع اللي انا بقولك عليها يا ست كل شايفين شايفين عملتلكوا كذا واحدة علشان الموضوع اعرفكم ان هو سهل خاص تقدر يا ست كله تبدأي في نص كيلو بس يعني لو انش اول مرة تعملي وخايفة منه اعملي نص كيلو بس بلاش تعملي كيلو بس انا بتأكده هتندامي طبعا ان انش اعملتش كيلو بعد ما بتعمليه لازم تحتفظ به في الفريزر يعني بعد ما تخلصيه وهو دافي بس كده تجيبي كيس سلاجة وتحط المغبوزات فيها تربوتها كويس وتحطشها في الفريزر اول ما تجي تكلها هتطلعها بس قبلها بخمس دقايق تبقى رحة الفرن فيها اكنك لسه خمسها بالضبط شايفين بلف على الواسع مش على الدايق بتجيها تبطيطة كده لازم تجيها تبطيطة دي بحطها في الصينية مش مدهونة اي حاجة خالص احنا عايزنا تهين الوشي هي هجيب بيضة وعليها معلقة من الخل وابدأ دهنة بعد ما شكلتها طبعا لازم اسيبها ساعة تتخمر بعد الساعة بابدأ دهنة يعني ما تدهنهاش بدهنة البيضة الا ازي كانت دخل الفرن على طول مباشرة علشان ما ينفعش دهنية لو مش حب البيض ممكن تدهني دهنة من الحليب او دهنة من المية بسكر على حسب انت بتحبي ايه شايفين ممكن برضو تطلع رشة من على الوش كده سمسم زي ما انت حب ممكن اول ما تطلع كده رشة من القرفة لو انت بتحب القرفة بزيادة زي ما انت حب باست الكل هم حاجة يخش على نار يعني يكون الفرن شغال قبلها بعشر دقايق هتاخد معاك بالضبط حوالي ربع ساعة ونحن نوديها الفرن ونشوف شكلها ايه شكلها عامل زي ما شاء الله عليها لسه طمام ما استودتي كل شوق انا ما ده شغلت الشوايا خالص يا جماعة ده كل فرن شغلت الشوايا خالص وبعد ما طلعتها وغطتها كده عشر دقايق ده التصوير ده كان بعدها كده كان نور قطع بقى بدأت شايفين الجمال بصراحة وحفة ورحتها فعلا قلب البيت هتدعيلي عليها اتمنى ان انت تتجرى بها وترجعي تاني تقولي رأيك فيها شايفين الهشاشة شايفين لونها فاتح زي من جوة خفيفة ريشة يعني كده تنفخيها كده اضطر معاك شايفين 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 الجمال يا رب الفيديو يكون حزق اعجابكم واسبكوا في رعاية له وامانه انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ويا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة انتظر ان تنفخي إلىث